اشتركوا في القناة حالة ارتفاع الضغط منضلعة لينهم المكانة موجودة كل ما نحس انه في وجع راس بدأ يلا مناخد الضغط ومنبلش على اساسها انحلل اليوم معك بدنا نعرف شو هي الاسباب المؤدية لارتفاع الضغط وكيف فينا نتوقع ونجرب نتفايدا هيدا الامور رح بليش انا وياك بالاسباب اللي شوي مخفية بارتفاع الضغط اول شاغلة مثلا عندنا الوزن الزايد بمجرد منحنا اذا حدا عنده وزن زايد بمجرد ما يشيل 5% من زيادة الوزن اللي عنده تلقائيا اشت ضغطه العالي والواطي من امام درجتان دونك بس بس حدا وزن زايد زي عارف انه انا مفروض خفيف شوي من وزن بيمشي حالي الرياضة عنده نوعين تلعب دوب الرول اول شي الرياضة العادية سوبر مفيدة لجسمنا بالعكس بتساعدنا الاشخاص اللي الرياضية بس تكون قاعدة خارج نطاق الرياضة بتتفاجأ انه عطول ضغطة اوطى من العادة دقات قلبة اوطى من العادة خايم ريحة قلبة بالقيامات العادية بس اثناء الرياضة ممكن ضغطية على كتير كتير بشكل يكون مأزة يعني ما فيي انا هلأ مثلا يطلع على بالي انا مثلا يكون منة رياضية بالمرة ومن هالعمر وما فوق بليش انا بده اعمل رياضة طيب هلأ داريش سورته عند الشباب يعملوا ام ام اي يعملوا هؤدول الرياضات الصعبة ما فيني ما كون رياضة فجأة اعملون تعيب قلبي وفي عمر لازم نحترمه يعني فوق 35 سنة ما بقى فيي كتير اعمل انا بده رياضة اتقال وبده ضخم متل ما عم ضخم جسمي عضلاتي عضلة القلب كمان عم تضخم من جوه ونحنا بنعرف كل ما هي ضخمة يعني هي تعبت يعني ضغطة بلشت انا عرضة انه اللعب بضغطة اكتر واكتر اللي بيمارس رياضة طبيعية خفيفة من عمر لقوا من عمر 45 سنة لعمر 85 سنة اللي هي شوية تسباحة شوية تمشي هالرياضة المنة مأزية هنه عرضة اكتر من غيرهم بـ 18% اقل انهم ما يعملوا الريكاردياك سريع مش فجأة منقول توفه بالعكس بتطول عمرهم دونك الرياضة كتير مفيدة بس مش رياضة ايتالية بعمرك شوية يكون عم نكبر نحنا فيها بالعمر نعم يعني رحنا معك لارتفاع الضغط بفئة الشباب يعني انا كنتمستنظر انه نحكي عن اللي بتقدموا بالعمر وبتحس انه باسيمر وعمر معين بصيروا عرضة لارتفاع الضغط خاصة اذا بيتزامع مع مع سكر والكوليستيرول الى ما هنالك العمل الفجائي وتحميل القلب ضغط اكتر من طاقته وبيعرضنا ليرتفاع الضغط لان التالي بدنا نبني حديثنا على اشي خافية يعني مش اكتر من الملاح وكل هيدا الامور اللي بتقدي الى ارتفاع الضغط مية بالمية هيدا من ناحية هيدا عند الشباب بعد فيه مثلا عند الصبايا حتى فقر الدم ولا مرة عطول الاشخاص اللي عندها فقر دم تاخد ضغطها وتتذكرني بشغلة دقات القلب عطولة عالية بتكون والضغط الواطع عطولة عالية اكتر من معدله نحنا بنعرف انه ايديا اللي عند الصغار بين 12 على 6 منسمي او 120 على 60 تنكون دقيقين مليمتر دماركور براتيكمان نحنا منلاحظ اللي في عندها مشاكل مرات يكون 12 على 8 12 على 9 مش يعني انا هلا صار عنده ضغط لا بمجرد محلينا فقر الدم ونحنا بنعرف فقر الدم ايقال اخدت حديداته متل ما لازم مش حالة وكنت اخدت الحديد بالاكل اللي هو باللحمة وبكل قصص اللونه اخضر وبالبقليات او انا اخدت الحديد بالسيبليمان مكمل الغذاء اللي عم باخده هلا كمانا فيه نوعين فقر الدم نحنا بننسيهم عطول عنا نقص البيدوز هو كمانا بيعه هو نوع من انواع فقر الدم دونك الاشخاص اللي عندها مشاكل بمعدتها تعرف حالة ونقص بالبيدوز طبيعي يكون ضغطة الواطئ اعلى من الضغط العالم العاديين بحل مشكلة البيدوز باخد سبليمان بيدوز مش بالتم ما حدا بقى ياخد سبليمان بيدوز بعبر الفم يعني دغرة يام نجيبها حبة تحت لسان لتقدر الدوب او ناخده نقبر لانه البيدوز كسبليمان بمعدتنا عم بيروح على الفوضة ليه ما عم نقدر نستفيد ما عم بيمتصر الجسم السيدة المعدة نحنا جماعة كتير من اكل اكل فيه بيدوز بس معدتنا هي بحاجة لكمية معينة من الاسيد هيدا الاسيد وفيه فاكتور اسمه فاكتور انترانساك من ورا عمليات من ورا اسيد كتير عالي بالمعدة من ورا استرس نحنا منعمله والعمر ما بقى جسمي يمتص مثل ما لازم هالبيدوز بياخد بيدوز بس الفاكتور انترانساك والاسيد ما بقعد مثل ما لازم بالجسم ما بقعد يمتص البيدوز بباليش ينعص عندي دونك احسن اذا منلتج الى الابرة بطول اكتر البيدوز بقلب جسمنا او نلتج الى الحبوب يلي عم بيكونوا تحت لسان مش نون بوسيت اكس جاية من كندا جاب لنا العلبة وكل يوم ناخد حبتان وثلاثة او من امريكا او حيالة بلدتانة يعني بليز تحت لسان او نكون عم ناخد قبر البيدوز يعني بتنصح بالقبر اكتر من انه ناخد مكمل غزائي حبوب او حبة تحت لسان يعني كمان متوفرة بالصيدليات صح متوفرة بشكل كتير كبير فانو نبوسيت فيها وناخدها احسن مما نكون عم ناخد قصص تانية هيدا من ناحية فاذا يعني نقص البيدوز بجسم الانسان هو بعرضنا يكون عنا ارتفاع بالضغط بالضغط طيب ارتفاع بالضغط بيضل لفترة ولا انو هيك فجأة ارتفع الضغط بعد شوية منرتاح مناخد ضغطنا لا ارجع رجلاج متل ما كان بالسابق الاتفاع يلي بيكون اليه مستمر ممكن يوطى شوي بس اذا بدي عموين اذا اخدت ضغطة خمس مرات بنهار الخمس مرات منهم عم بيكون منيمام ثلاثة او اربع مرات منه ضمن الزان الطبيعي بالضغط اللي عم بيكون اللي هي اللي هي عادة للاشخاص العاديين بين 13-14 وعلى بين 6-8 بيفرق العمر بالاكتيفيتة فيزيك يعني عطول الحدن بين 12-14 روعة 6-8 روعة اوكي ريد دراسة مرة ميرنا حتى 12-13 صاروا بيلاقوها فيه ريسك يعني عم بيشتغلوا على الـ 11 انه اخر دراسة هيك ريتا بتقول انه الـ 11 هي النورمال كرميل هيك يعني يشتغلوا على هيدا الاساس مبعرف لي الضغط والسكرة عم بيتغيروا الفالورات مية بالمية الضغط والسكرة عم بيتغيروا الفالورات يعني لو كنت عم تحكيني مثلا من 5 سنين ميرناع الدلزم يكون السكرة مفكرت تحت الـ 126 ولا اطلعت ولا فكرت هلأ صرنا بقى تحت المية وعشرة وقفنا بفترة هلأ صرنا منقول تحت المية قفها القد تحت المية لحتى ليش لانه صرنا نفكر كتير بالانسولين ما عدنا بس نفكر بالسكرة العريق اللي عم يتاخد لانه اذا اخدت بعد قداج اسمك عم يتجاوب على السكر يعني صار في دي بره طويلة على السكرة زيت المبدأ بالضغط حتى حرارة الجسم تغيرت كل عمرنا نحنا منقول 37 هلأ صار وسبير مي يكون 37 ونص بلا ما نحكي بالموضوع يعني 37 ونص بقى لك ما عليك حرارة وكي بالقبل كنا 37 وشخ طيئة عم ننحاول صح هارت نبلش نعدن فلأ في دي فالار عم تتغير وانا اكيدة يعني من هلأ لعشرة خمسة عشر سنة رح يتغيره الفالورات كليا بس الى ان يتغيره وعم ضلنا عم بحكي ناخد هيدا المئياس من اعتمده لو اهماس شو بتقول لهي يتغير يعني مثلا لو اهماس كمان لقيت نحنا بنعرف اكيد من ضمن ارتفاع الضغط وهو الأخبار أكل الملح لقيت انه نحنا جماعة بناخد 7.2 جرام ملح يعني انا وعن برجع راجع العدد يا عماما نحنا ما بنأكل لقد ملح بننقجه 7.2 جرام نحنا معدلنا بالملح تحت الخمسة لازم ناخد ولازم ناخد تحت ثلاثة برضو نحنا عم ناخد 7.2 لقوا اوكي بيعلى ضغط الشخص اللي بياكل ملح وعنده ضغط رح يعلى ضغطه بس الشخص اللي ما عنده ضغط وبياكل ملح ما رح يعلى ضغطه لقوا مثلا انه مش الملح هو اللي عم بالعلت ضغط السكر هو اللي بعلت ضغط أكتر من الملح يعني تنفترض قاعدين هلأ سواه وقشت ضغطه لألي لا سمح الله جيت انا بدي ساعدك كنا قابل ساعدك عروسة جبنة مع زيتون هلأ اذا انت رح بتساعدين ان شاء الله بيقشوا الضغط thank you فالفكرة مثلا اولا جبنة مع كبيس مثلا لان كنا ضغر علينا الملح هلأ ما عندنا نحكي هيك هلأ كباية عصير سريعا تنعل الضغط نرجع من لف عروسة الجبنة او اللبنة او البدنية هون اوكي ولا مرة منفكر بالعصير ولا مرة منفكر ضغر بروح على كيس تشيبس على شي يعني مالح زيتون ضغر منفكر بهالقصص عمليا لا تعل السك تعل الضغط سريعا بدروح تغري على السكر احلى سكر سريع يمتصه جسمه بسرعة هو العصير واكيد هون ننتبه صورته اذا عنا اشخاص كبيرة بالعمر عطول من جبلهم عصير بلا سكر ننتبه هون لا بدنا عصير مع سكر يكون تيعليلهم ضغطهم نعم دونك الفكرة انه عم بينقلب كل الدراسات عم تنقلب لابكرا نصير نقول انه السكر بعل الضغط بعد اكتر من الملح بعل الضغط وليقوا انه السكر بعل الضغط على جهتان لانه بعل الضغط وبعل الآسيدوريك مع بعضهم والغلط اللي بنعمله انه انا اشتري سكر فويكة هلأ مثلا بالازمة الاقتصادية نحن فيها سوريا نعم بتشعب بس بالازمة الاقتصادية طلعت كيس السكر هالقات سعره المحلة الاستناعية هالقات سعره اللي هو اكتير عالي لقينا الوسط اللي هو الفركتوز كيس السكر اللي معمول من الفويكة طلقا ايا منجيبه يمكن منقول انه ما بعده اخفه من السكر العادي كل الدراسات الفركتوز هو بعل الضغط وبعل السكره اده اكتر من السكر العادي دونك ممنوع نغلط هيدا الغلطة ليه بيقعد على الكبد الكبد هون بين ازا ضغري بده يجرب يهضمه لهيدا السكر بيعلى معه الاسيدوريك منصير عم نحكي ضغط عم بيعلى سكري عم بيعلى اسيدوريك من من هالكتريت الفركتوز اللي نحنا عم نستعمله نحي دي من ناحية من ناحية تانية تشعوباتك منحبها نحنا عم فكرة عم نجرب ما كتير لا لا منحب التشعوبات لان هيك متناول الموضوع من كل الجوانبه رح كف بالنقاط ما ضيع العالم فيون وبنرجع بنحكي لانه بعد في كم شغلة كمان نحنا منجيبها مثل اوميغا ترواو والقصص تانية بس هيك عم بخذها لوطة ضغطة منكفعنا وياكن مثلا تنقول الاسترس وبحكي عن يعني عن شي وائع الاسترس العالم دغري عم بعليه لضغطة تلقائيا صار شهرين ثلاثة عم يعلي عند ضغطة من وراها الاسترس اللي انا فيه بروح باخد دولة ضغط ضغطة بيقشط بقشط بنهاراتة تعبانة ما عند طاقة هيدا من القصص الغلط بداوي الاسترس بالاسترس يا بعمل رياضة يا بقتل الاسترس بالاسترس بالاسترس رياضة حركة مانيازيوم يمكن اقول دولة الاعصاب بس ما وما فكر ضغري بس ان دوية بيبي دواء الضغط لانه كمان من ناحية تانية ما تنسوا ادوية الضغط اللي عم ناخدها على المدى الطويل رح تأزلك لاوة وبكرة منقول ليش على القرية ولك ريعتينين فرد مرة بان اخدين دواء كتير للضغط مية بالمية ليش العسيدوريك عنده عالي ليش اسمي عم بيحبص ماي بشكل غلط وفتت بديباجة ادوية لتوطل مايكر مليوتة الضغط ادوية لتريح الشريان تما يضل مسكر وادوية لترقلش دقات القلب والضغط وكلها الاخبار فتما نفوت فيون من كفة كمان نقص الفيتامين دي يا جماعة انتبهوا كالسيوم وفيتامين دي ناقص معناته على ضغطه اذا منلاحظ من ضمن المتممات الغذائية اللي بياخدها الشخص قبل ماياخده وضغط هو الكالسيوم هو الفيتامين دي هو المانيازيوم ومنقله ركز على البوتاسيوم باكلك كمان البوتاسيوم بيوتى الضغط هيدا الى جانب البيدوز نقصه كمان ويب الميل والحديد وكلهو الاخبار بس الاشخاص العاديين نطلب منه نضلكون مركزين على الفيتامين دي ممنوع يوطى بالجسم بيعمل دقات قلب سريعة بيعمل تعب نتبهوا مننا مظبوط اللي كمان هم نطلب منه ننتبهوا على كمية البوتاسيوم اللي عم تدخل نحن منفكر من ناكل بوتاسيوم بنهارات لا منه كافة وين موجود للتسكير البوتاسيوم بالبندورة موجود بالأفوكا بالقصص اللونة أخضر موجود بالبقليات ناكل منه كمية اذا منقدر شوي تكون وفيرة ليش لانه كل ما انا عم بيكل ملح جسمي عم بيطلب بوتاسيوم أكتر فكل ما بياخد يعني لكون انا صحة كتير بدي كل جرام بجرام يعني نحن بحاجة ناخد كمية لبقس منا تقدر انا ساعد وط ضغطة هيدا الشي بخليني اعرف الاشخاص اللي في عندها ضغط عم بيعلى ببيتها من كانوا كبار بالعمر او صغار بالعمر منحب نعطيهم بطاطا منحب نعطيهم بطاطا منحب نعطيهم على اشكالها حلوة ومش حلوة وكلها والاخبار فيها تكون مسلوعة مأكيد مش مقلية منحب نعطيهم أفوكا ما منخاف اذا اكلوا راس بنادورة جبلة لا منعملهم أزمة نفسية ما رح يعلى الاسيدوريك على راس البنادورة بالعكس ياكلوا رح يساعدوا تحطى يوطى عندهم ضغطون من ريحهم ما منرش على يوم ملح بس مناخدهم نجا هو ملح ومنوفي يعني البنادورة مية بالمية شي اللي ما بعمله وممنوع عمله ملعي تعسل على الريء مثلا منقول تعريف هلأ جاي شوية شاتوية بدي أوي صحتة أنا وبيعطي طاقة صح منتطلع شخص هو دونعتور عنده ضغط عالي ما بعطيه ملعة العسل على الريء لأنه هيدا رح تشبق له ضغطه وكل نهار رح يضل تعبين بوقف ملعة العسل فينا عطيها بنهاراته بس مش الصبع على الريء يعني هيدا بتأكد أنه الفريكتوز السكر عم بيقزي مش الملح المسبب مية بالمية ها من الناحية بعد في عنا ما فينا قول الضغط عم بيعلى وما فكر بالغدة بدي انتبه اه اوكي ضغط شخص عم بيعلى فيها تكون الغدة كسلانة مع دقات قلب سريعة وفيها تكون الغدة كتير ناشطة ناشطة بشكل كتير كبير كمان عم تعمل نحنا بنسميها اكسترا سيستال يعني عم بيهرر بالقلب في دقات عم تهرب زيادة منه وهذا الشي كتير مزعج دونك تأكدنا ما في فقر دام الفيتامين دام مثل ما لازم تأكدنا نحنا مش عم نعمل رياضة زيادة عن الزوم مش ربحينين وزنة زيادة ما درون نكون ناصحين اللي نقول عم بيلعب ضغطه فيكون وزن شخص ستين كيلو لسبب صار خمسة وستين يعلى ضغطه منه يعني بس نرجع ننزل للوزن اللي بيرتاح فيه جسمنا نعم مش كلنا معمولين تنكون سمسين كيلو أو سبعين كيلو عند الرجال هيدا ما هيدا هاو دولة من كطيات من تاني كطين انتبه كمان على الأدوية اللي مناخدها الأشخاص اللي عم تاخد انتي انفلاماتوار الأشخاص اللي بتاخد أدوية للوجع بشكل مستمر الأشخاص اللي في عندها أمراض مزمنة عم تاخد بعرف أنه لحي يقولولي مش كثير يبياخدون بس ينتبغوا فيها انفيتامين أو حتى للدروغي اللي بياخدوا كوكايين هن من الأشخاص الأكتر من غيرهم يفاجؤون بعلو ضغطا بدنا ننتبه هدولة يكونوا كثير مراجلاجين منعطيونيهم بكميات حتى لو الأنتي انفلاماتوار نركز ما ياخدوه موجوع كثير بياخد في التهيب قوان بياخد أو بيرو على دوزاج خفيف مية بالمية منعطيونيهم لوقت كثير طويل لأن السكر رح يلعب والضغط رح يعله كمانا طيب إذا شخص عنده هيدا الحالة والطر ياخد هال أنتي انفلاماتوار اللي هو ممكن يساهم بيعلي الضغط وعنده ضوى ضغط يعني هم بياخده شو بيقدر يعمل نقبيل هودة مع الضوى الضغط والدوزاج اللي الحكيم وصفه لهذا المريض ممكن هيدا الإدوية خربت بالمعيار طبعا ساعته هون إذا مضطريين ناخد الدواء لوقت طويل مثلا في وجه عم مزمن يمكن ناخد بالأخص العنطي انفلاماتواري اللي فيه بيدوز وهيدا الخلطة اللي كل عالم تعرفها ممكن ناخدها لمدة مثلا ثلاثة أربعة سابيع إذا الشخص حالته دقيقة ولاحظنا أنه الضغط عم بيعله بنحكي للحكيم اللي عم بيتابه حكيم القلب أو الصحة ممكن يطلب نزيد نص حبة زيادة على الدواء اللي نحنا عم ناخده ونحنا كمان بالبيت مننتبه منزد له منعطي زيادة إذا ما كان عنده مشاكل بالكلاوة منعطي مثلا كمية شمندر أكتر إذا بيتقبل عصير لشمندر منقطع له عصير شمندر منجرب نزيد السلادات منشهي أكتر بالقصص اللي لونه أخضر منجرب إذا ما فيه مشكلة كلاوة منعطي أكتر تعونا عمل سباني غوريز تعونا عمل طبخة ملوخية ببيتنا عطينا كمية عالية من البوتاسيوم انتبهنا كمان على كمية المانيازوم اللي عم نعطيها للشخص يعني كم شي تلوز كم شي تقلوبات بنهار لو كانت عحسب الفواكة ما خلينا كتير يعصب إذا فيه إنرجي يمشي لنه عشر دقائق بنهار ساعدنا مياه على كتير هالضغط بنهار هذا طيب فيه سؤال على التليفون اللي عم بيستفسر شو علاقة ارتفاع الضغط بدقائة القلب السريعة عادة الضغط هو قصمان عندنا الضغط العالي اللي هو خصه كيف عم بيدخ الدم كيف عم بيوصل الدم للقلب تاني ضغط كيف عم بيرجع يرد الدم يعني عم بيرجع هيدا الإكليبر اللي عم نعمله عادة بمجرد ما نحن قلبنا عم بيطعب بالدخل عم بيرد عم بيعم بالدخل عم بيرد لنقدر نتنفس صح طبيعي دقات قلبي بتكون كمان عم بتزيد كرمال هيك عطول من انتبه مثل ما قالت فقر الدم بيعمل دقات قلب سريعة بيعمل ضغط ببلش فيكون عم بيرتفع نكهية شان مع بعضا ليكون عم بريح القلب أكسى الأورغان عندك جسمك هو القلب يعني نحن منفكره أنشط أورغان القلب بيشتغل أربع سوانا بيرتح أربع سوانا لما نحن يصير هيدا الراحة عم تقصر عنده للقلب بيتعب بيضخم بيعمل دقات قلب سريعة أو بسريعة يفلي الدقات بلوس ما ننسى بس نحكي ضغط إليه نحكي كمان نوعية شريين يعني ما فينا يحكي أنا وياكم ضغط ما نقول في العمر في الجنس السوبيان أو البنات بيأثر شوي على الخبرية الرياضة التدخين المكملات الغذائية اللي نحن مناخدها اللي مننا ومنك عطرها وهالأخبار الحياة اللي نحن عايشينا كلها على بعضها بتأثر بنوعية الشريين كمان هيدا نوعية الشريين هي بتأثر لتخلى الضغط يكون عم يرتفع هون أهمية مناكل مقالة هون أهمية ننتبه ليش عطول ما ندرل نكرر كاترهم من التوم كاترهم من السمك كاترهم من البتنجان المشوي إذا كان في عندكن كولستيرال مع ضغط عطول دخلوا التوم والكزبرة على أكلاتكن اللي عم تعملون لأنه هودا كاكون بنزوم بساعدوا الشريين يكون مرتاح بيقبعوا هودول الأترام المأزيين اللي قاعدين اللي عم بيسكروا على الشريين من مأكلات معي إن نعمل هيدا الشي على الشريين طبعا إليه نحن لأنه نحن كسلينين بالدراسات نحكي مثلا الكرامبري عن جد مش معقول شو هلسة الكرامبري يعني نصير نحكي عنه ونجود إنه كتير منيح للألتهابات المسالك البولية ومش معقول شو بساعد يريح شريين القلب وا 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 ننسأل نحن عنا طبيعيا ببلدنا بديل الكرامبري اللي هو سوبر صح اللي هو الرمان وهلأ موسم وعزل موسم الرمان مش معقول نكون نحن بموسم الرمان وما عنا مشاكل صحية مثل السكري لأنه ممكن يعلى شوية سكري ما نتناول يوميا نكوز رمان طبعا الرمان البزر اللي فيه ساعد يتطبع هاو دول الأترام اللي عم بيكونوا الرمان بعد عنا اللي بحصل على الكلاوة اللي عم بيعملوهن واللي بتعمل التهابات بالبول بعد عنا دونك نحن عنا كتير فواكة ومأكلات وخضار من أكلنا بيساعدوا يقبعوا هالأترامات وبيساعدونا بس المشكلة فينا أنه نحن ما بنعملها الدراسات الكفيلة لألة عندك مثلا الزيتون ورق الزيتون نحن تعرفنا شجرة الزيتون بتوطي السكري لا وكمان بتوطي الضغط الجنجر بيوطي لنا كمان ضغطنا بيساعدنا هلأ ما بياخد كمية عالية منه قالوا على التليفزيون بوطي الضغط على الطالع والنازل كباية رايحة كباية يعني أنه في ناس بيعليلهم ضغطهم مية بالمئة خاصة لأن نساء الحوامل بتجنب مية بالمئة ممنوع لأنه بيزيد الكنتراكسون بتاريني يعني الرحم بصير يتقلص أسرع حتى اللي عم بياخد ضغط سكري وعم بياخد ضغط كباية بنهار ماكسيمم وأنا مع أنه مرتين ثلاثة بالجمعة مش كل يوم كنا عم بياخد مداد بس بعرف أنه بيوطي لضغط بهالأرجانسات المئزية فيه يقطع معنا بنهاراتنا مين اللي بيعليلو ضغطه إذا عندك مشاكل بمعدتك زادة الأسيديتة بقلب المعدة حلما أنه يوصف طيوطي الأسيديتة سوى ممكن يزيدها زادة الأسيديتة على عندك ضغطك ميرنا يعني دايما نستفيد من حضورك معنا للأسف الوقت بيمرق بسرعة معك تقريبا قلنا حوالي 28 دقيقة على الهواء تانكيو بعرف بعد في معلومات كتيرة وإذا مناخد الوقت كله ما منخلص قد ما عندك ساعة اطلاع وتحضير متقن لكل إطلالة فيها بتكون معنا على الهواء بيوم جديد شكرا لك أكيد مشاهدينا كل نصايح ميرنا فيكم ترجعوا تحضروها بالريران أو على وتيفي يوتيوب تشانل تعرفوا أكتر وتستفيدوا وبركي تاخدوا نوت لأن اللي قالتوا إلا ما يصيب حدا فينا عنا هيدا الكاب البيت أو ممكن تكون عنا إياها ومش منتبهين لأن اليوم هيك عملت لنا ألارم على أكتر من شغلة ممكن نخدها بعين الاعتبار وننتبه على صحتنا شكرا لك ميرنا الفتا مون ديماش مارسي أعو أهلا وسهلا فيك برايك ومنتبه هنا وإياكن اشتركوا في القناة